السلام عليكم متتبعين قناة حسنية فلوغ مرحبا والف مرحبا بكم خوتي وخوتاتي شكرا لكم بزاف على اللايكات ديالكم والبرتاش ديالكم مع الحباب والاصدقاء الله يستهل عليكم خوتي المتتبعين شكرا بزاف على تشجيعات ديالكم على الوقفة ديالكم مع اختكم حسنية بارك الله فيكم الله يستهل عليكم خوتي وخوتاتي كما كتشفوا مشاهدين الكرام اليوم غادي نعود لكم قصة من قصة حياتي كما كتشفوا خوتي وخوتاتي الحرشة ماشاء الله اخوتي واخوتاتي انا قدي نعود لكم اليوم انا حسنية من مدينة صفرو بالنسبة للناس اللي دخلوا من عندي جداد حيث كني بزب الناس اللي ما كيعرفونيش دخلوا جداد انا حسنية من مدينة صفرو وكنت سكنة في مدينة العيون مشيت حتى المدينة العيون الصحراء المغربية باش نخدم على وليداتي بالحلال انا اخوتتي مشيشي وحدة اللي سدع لي الباب وكنت اللي يعطيني بالعكس انا كان قلب على راسي مشيت اخوتي واخوتاتي حتى لمدينة الصحراء اللي عيون اللي ما مشوا لهاش الرجال بالليحية وباش لغم مشيت لها انا مرأة باش نخدم على وليداتي اخوتي واخوتاتي كما كتشوفوا الحباب هادش واللي كنت كاندير في ذاك المحل الي كنتخدمه فيه في مدينة العيون الصحراء المغربية مشيت من صفرو 1600 كيلو ماتر ما بين صفرو وما بين مدينة العيون الصحراء 1600 كيلو ماتر دية الطريق اللي مشينا 3 wenط يام دية الطريق باش نخدم على وليدتي بالحلال باش نكبر وليدتي بالحلال باش نضرب تمارة وكنت كنضرب واحد تمارة اللي كبيرة بزاف خوتي وخواتاتي ولكن خوتي وخواتاتي الظهر ما كينش والحمد لله والشكر لله واخذ الظهر في الله سبحانه وتعالى شوفوا خواتاتي مشيت من كما قلت لكم 1600 كم ديال الطريق ودك شي اللي كان نخدم في الأسبوع كامل كان نخسره على الفيترينا يلا كان نخدم الأسبوع كامل في الخرد الأسبوع كنت تهرس لي الفيترينا انا معرفتش هاتشي اللي كان كيوقع لي مناش الى من عند الله مرحبا وإلى من عند العبد الله ياخد الحق كان خدم الأسبوع كامل كان فيق مع الفجر وانا وقفة من الفجر وانا وقفة حتى لحضاش دليل دك شي اللي كان جمع في الأسبوع كتده لي الفيترينا كل شي غادي تشوفوه في هاد الفيديو كيفاش كنت تهرس لي الفيترينا وهدو هما الحويجات اللي كنت كان وجد كما تشوفوه الحرشة ما شاء الله اللي كانوا الناس ديال مدينة اه العيون الصحراء اللي كان وجه لهم تحية كبيرة 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 من عندي لكم نص الصحراء والمغاربة بصفة عامة فين مكانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اه حرشة اللي كانت كنت تعجبهم بزاف الكيكات المهم اي حاجة كنت كان ديرها صراحة كانت كنت تعجبهم هنا كيما كتشفوه كقدرت تجوش كيكات ودرت الحرشة وهاد البانيوات اللي فيهم فيهم البريوش وفيهم اه القراشل هنا اخوتي واخوةاتي كمما كتشوفو هاد شي Eli كان وجهد الصباح بكريمة عالفجر كان بدر الختمة. اه ما كيجي الصباح فيني الصباح ويكون يعني كيف يقول الناس ملنعاس كيكون كل شي واجد كنحت الناس كيجي وكي ياخدوا الفطار والصراحة كانت كان خدم ولكن اخوتي واخوةاتي الحد ما وقفش. الحمد لله والشكر لله اللي المهم انا كنحاول ما امكن كنقلب على رزقي وعلى رزق ولداتي. ما شي قالسا وكانت انه رزقية جيدقة عليها انا كنقلب على رزقية اخوتي وخوتاتي مشين في المدينة الصحراء يعني خسرت بزاف ديال الفلوس في المشية ولا في المشية ماشي سهل باش تمشي الف وستمائة كيلومتر مشينا بخمسة الاف درهم ورجعنا بخمسة الاف درهم المهم كانت واحد الخسارة اللي ميت منها حتى لشي واحد والحمد لله والشكر لله الخطأ كي تعلم منه الانسان والحمد لله ما كتابش باش نعيشوا في ديك المدينة ما كتابش باش نقلشوا في المال مهم انا دازت عليها واحد الصعوبات اللي صعيبة بزاف 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 كتر 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 من ما كتصوره ولكن الحمد لله كان صبر وربي الحبيب غادي يفرج عليها انا متأكدة ان الله سبحانه وتعالى غادي يفرج عليها حين تكن صبر بزاف وكن دوز دوزت بزاف ديال الاوقات اللي صعابين بزاف في حياتي والحمد لله والشكر لله هنا كيما كتشوفوا قطعت الكيكات ودرتهم في البلاتوات هنا البريوش ها هو طاب القراش لها ها هو مطابو كل شي ها هو وجد اه كان دخلهم كان اغلف كل شي بالسلوفان وكان ديرهم في البيترينا هنا كيما كتشوفوا الماليوية اللي كنت كان دير صاحا اللي كانوا ناس تحراء اه كيحماقوا عليهم كانوا كيجوا عندي مساكن تحية كبيرة الناس اللي كانوا كيجوا كياخدوا من عندي كانوا كيضربوا مساكن بزاف ديال الطريق باش يجوا ياخدوا من عندي الملاوي اللي كان بغين شكرهم بزاف الناس كانوا كيجوا عندي بطموبيلات من بلايس بعيدة باش ياخدوا الملاوي اللي ما شاء الله كيفجاوا بالنسبة للناس اللي كيقولوا لي علش ما تخدميش حتى هنا يا الملاوي ودفعوهم من المحلابة ما يمكنش أخوتين خدم الملاوي ندفعوهم من المحلابة في الدار لا راها أي محلابة راها عندها المرة اللي كتخدم لها الملاوي مليوية صراحة في المستوى اللي كنت كان دير أنتم كيم ما كتشوفوا وهنا يا أخوتي وخواتاتي هاد الشي ديال المسمان والحرشة ودك شي كتير بزاف يعني كتير بزاف الناس اللي كيطيبوا هاد الشي نايا وقينين كلها محلابة ولا كلها عنده العيالات دياله اللي كيخدموله ما يمكنش هو غدي يجيب دك شي منطر حاولت نجرب ولكن ما ما نجحتش لأن الناس إي واحد عنده المرأة اللي غدي تخدم ليه وأنا باش نمشي نخدم ما يسال حليش باش نخدم أنا في الحرشة والملاوي هكيا في الماحل ونكون يوميا حاضرة وعندي وليدة صغار وقيقرة وما زالين صغار تخصدي يديهم ولي يجيبهم دك الشي لاش أنا اختاريت الخدمات ديال الميناج اللي كان خدم فيها غي السبت والحد يعني ما كان خدمش دائما كان خدم السبت والحد هنا أخوتي وخوتاتي كيما كتشوفوا الأسبوع كامل اللي كان خدم فرص الأسبوع كالتهرسلي الفيترينا هنتم كيما كتشوفوا أخوتي وخوتاتي الفيترينا هبطات كامل لا شوفوش حالية تماراد ربط دع مارا دزو عليا شي صعوبات دك شي لاش كنقولكم أخوتي وخوتاتي دزو عليا صعوبات اللي كتار من هاتش اللي كيدوز عليا دابا والحمد لله تصوروا أخوتي وأخواتي أسبوع كامل وانتي كتفقين من الفجر حتى 11 دليل وكتجمع ديك البراكة بما شقة نفس فرص الأسبوع كتعطيها في الزاج اللي كما كتشوفوا الزاجة اللي هبطات تهرسات كاملة مشات لا سلعة اللي فيها لا دكشي اللي صايبت كامل من الفجر وانا واقفة كل شي مشا انتما كما كتشوفوا كل شي رغيبا لكم مشا والبوكيد الفرماج دخل فيهم الجاج مشات لي سلعة كاملة اللي صايبت من الفجر وانا واقفة كيفاش وقع لها دي الفيترينا باش تهرسات يعني تهرسات لي جوش مرات في أسبوع واحد كيفاش وقع لها جاسي دمون البومبا اللي كي عمر النالماء هنتم كما كتشوفوا التيو رغم تحت منها تيو تعكل تحت البيترينا ماشي يجبدو بشوية ويخرج بقا كيدير معاه العنف منين بقا كيدير العنف مع ذاك هنتم كما كتشوفوا الحرشة البتيبان الكيكا ذاك شليدرت كل شي يدخل فيه الزاج كل شي يمشى باش يجبدو بشوية ماشي بدوش بشوية يبقا كيجبدو بالعنف البترينا كالطح الحمد لله يا ربي الحمد لله والشكر لله اللي خرجت الأمور على خير وبخير اللي ما تقشي واحد فوليداتي لأنه كانت كامل ونور ووليداتي صغار خطاتهم بشعراء كانوا شوية كانت غادي اطح عليهم الفيترينا كون جات عليهم داد البترينا كاملة ويا كبيرة وتقيلة ووليداتي مازالين صغار كون قتلاتهم في البلترينا و لكن الحمد لله يربي اللي جات غير في الزاج وما تقصو كو وليداتي يعني فاش ع peas رجعنا الكاميرا فجم المحل ورجعنا الكاميرا لور يعني شوية كانت غادي تقصو ضراري مبقاش يعني وحد مهم سافح قليلا 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 بالزاف اللي كانت غادي تقصو실�써 والحمد لله والشكر لله على هذا الخسارة وعلى هذا المشاكل اللي وقعوا لي نحمد الله وكنشكره لل اللي ما تقصو شغير ولي ذاتي هذا هو الاهم اما اي حاجة كاتتخلف زاجة كاتتخلف لا دكش اللي خسر كله غادي تخلف ولكن ليستر وكنت تقاشي واحد فولي ذاتي اراه ما غاديش تخلفوه لو حتى شي حاجة بالنسبة الناس اللي غادي يقولوا لي سيد اللي هرس الفيترينة ولا يخلصها والله اخوتي ما اعطانا التاليال وتال ما اللي كان عمر لنا خلصناه ليه ومشاف حالات وصافي ما بغناش نبقى بععد كانت زايره معاه ولا كانت جابده معاه قلنا صافي خسارة جات جات احنا مخلصين مخلصين الخطيئة والخطيئة ما اللي فين بيها مشي اول مرة والحمد لله والشكر لله اللي خرجت غير الامر على خير وبخير المهم هنا حتتلكم هاد الفيديو باش نوصل لكم الرسالة اخوتي واخوتاتي باش نقول لكم باللي انا ماشي انسان اللي قال سو كانت سنا اللي يدقع لي ويعطيني ولا انا كان قلب على رزقي ولكن اخوتي واخوتاتي ما عنديش الظهر فهات شي ديل بعشرة ولا ديل هاد الخدمة ولا ما عنديش الظهر انتوما كيما كتشوفو الخدمة اللي كان نخدم الاسبوع انا ضربت 1600 كيلومتر باش نخدم الخدمة اللي كان نخدم في الاسبوع كان نعطيها في البترينا تهرسات المرة اللولة وتهرسات المرة التانية ووقعوا مشاكل كبيرة بزاف اللي وقعوا لي في مدينة الصحراء ولكن الحمد لله الحمد لله عاسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعاسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم هناك ما كتشوفو اخوتي واخوتاتي كعيت واحد لك عيال اللي صعيبة بزاف نيرفيت واحد نيرفيت واحد لصعيب بزاف حين انت ماشي ساهل باش انك اذا بقي واحد تقدر ديه ساهلا يقول كي وصافي الجاجات هرسات لقفات الباس ولكن اخوتي ره مشي ساهل باش انك سيمانة كاملة وانت كتخدم وانت كتضرب تمارة وكتفق في الفجر وكتقاتل وكتطيح وكتنود وكتطيح سحتك اللي تصحة ما كيناش ما نطيحه هانتو ما كتشوفو بحل العود والليت وقفة يعني غير غير الكادر اللي بقى في واقف بتامارة اللي كنضرب من الفجر وانا وقفة تلا حداش دليل وفتلي كل شيء يمشي المزاج صعيبة 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 بزاف الحمد لله والشكر لله على كل حال المهم هنا وصلت لكم الرسالة باللي انا راني كان قلب على رزقي وما خليت فاش خدمت خدمت في الباتيسري خدمت في المأكولات درت محل دي المأكولات في مدين تسفرو باش نخدم فيه ما نجحش لي حتى هو كل شيء خسر لي الحوت اللي جبت خسار الدجاج المناضة الفيترينة عمره بالمناضة تلاجة مهم كل شيء خسر انا ما عرفت شخوتي هاتشي اللي كي وقعي لمن عند الله مرحبا ولا من عند العبد الله ياخد الحق المهم هو انني انا كان حاول مأم كان ندير جهدي وندير كتر من المجهود ديالي باش انني نخدم على هاد الوليدات وباش انني نكبر هاد الوليدات اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لكن واحد اللي فيه القليلة اللي هدروه على واحد اللقطة الليUmNet البارح في الفيديو. هديك اللقطة رح قديمة. وديك الفيديو اللي صفقته مع الفيديو اللي صورت جديد. ديكل لقطة كانت قديمة وصورته كل واحد قال. شكل ما هو حقي. الله يسامح عليه والله يهدي كل واحد. والقلوب مليئة بمن يكفيها. فلن تزيدها. راح ربي يعالي وعالم المعاناة اللي راني كان عاني واعلى الظروف اللي راني كان مر منها وكان هنا اخوتي المتتبعين. ها فيها اللي كان بغيو حسن يا فلوغ اللي كان بغيين شكركم بزاف. كينين من طبيعة الحال اعداء النجاح اللي يهديهم اللي كي تسنوا غير امتا نغلطوا لا امتا نطيح باش يجيوا يقطعوني. ولكن بجهة الله سبحانه وتعالى وارضة الوليدين ربي واقف معايا الحمد لله والشكر لله وما تدير شو ما تخاف شو الانسان اللي كيكون غادي بالنية ربي الحبيب عمره ما غيخيبو. وخا كيجيو كسورات في الحياة والموم الموصب وخا كيجيو كسورات في الحياة كيجيو صعوبات كيجيو اه تعرضات في الحياة ولكن ربي غادي يفرجها وانا متأكدة مليون في المية انا ربي غادي يفرجها عليا لانا مشي سهل مداز عليا ومشي سهل الصعوبات اللي دزت منها ومشي سهل الامتحانات اللي دوزت ومشي سهل ولكن كنقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لانا الحمد لله كينين متابعين اوفياء اللي كيبغيوني وكيتيقوا فيها ومشيجعيني وباغي اني وصلي كنبغين شكركم من القلب وكينا واحد الفئة صغيرة واحد الخمسة دلناس ولا واحدة الربعة دلناس اللي الله يهديهم كيتسنوني غير امتى انطيح كيتسنوني غير امتى انطيح باش يجيو يفصلوني ويديروني في الميكات ولكن بجهد الله عمري ما غادي انطيح محضر بوقف معايا والمتابعين ديالي الاوفياء وقفين معايا عمري ما غادي انطيح والحمد لله انا كنمشي بالنية ديالي وربي الحبيب بجهد الله شبحنا وتعالى النية ديالي هي اللي غادي توصني وهناك اما كنت شوفوا راني كنت مع الصبل واحد درجة ما تصوروش فاشتهرستلي الفيترين ومشا تسلع اللي خدمت كاملة ما تصوروش ولكن عاسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم الحمد لله الحمد لله ربي اعطاني هاد الامتيحانات اللي دوزت في حياتي اعطاني امتيحانات كتار من هاد شي اللي صعوبات دوزت في حياتي بزاف ولكن كان اتمنى ان يكون هاد شي بقى في حياتي ديكريات وانتمنى ربي الحبيبي يوقف معايا ويبدل الساعة بشي ساعة ما حسن منها وانا المهم كان دير الجهد ديالي وكتار من المجهود كيما كتشوفوا اختي واخوتاتي حالتي كيفاش ولات بتمارة بالعياء كان خدم كان ضل الخدامة يعني الحمد لله الله يعاون كل مرأة اللي كتخدم على وليدتها بالحلال واللي كتجري في الحلال وانا كيعجبوني العيالات الحارات اللي كنشوفهم خدامين واللي كنشوفهم كيتتعاونوا مع الأزواج ديالهم وواقفين على وليدتهم بالتربية ديالهم بالمكلة ديالهم بكل شي ديالهم كيعجبوني العيالات اللي كنشوفها واقفة عاجل في جنب الزوج ديالها او الا مع وليديها او الا الحمد لله وانا اخوتي واحد الانسانة اللي الحمد لله والشكر لله كان ضربت امارة وكانت قاتل مع هاد الحياة تنكبرو هاد الوليدات ومعرفنا رأسنا واش غاد نعيشو حتى نكبرو ولا غاد نموتو صغار ولا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى المهم الانسان كيدير المجهود ديالو باش انه يقدر يوصل الوليدات ديالو ويقدر اما انا اللي اعطاني ربي الحبيب هو هذا انا فيه والله يهدي مخلاقه والله يهدينا والله يرد بنا والله يسمح علينا اجمعين يا ربي وكما قلت لكم بالنسبة للناس اللي يغلطوا في حقي والله يسمح عليكم والله يهديكم والله يرد بكم الحمد لله الناس اللي يمتبعيني والناس اللي واقفين معايا عارفيني وتايقين فييا وهذا يكفيني الحمد لله ولي ما كيديرش ما كيخافش وانا رأي شفت اللقطة وشتها في المونتاج وما بغيتش نحيدها لانا داك شي كان داك اللقطة اللي للسقط مع الفيديو كان تقديمة واي واحد بغي يقول شي حاجة في حقي الله يهديه والله يرد به والله يسمح ليه انا مسامحكم دنيا واخيرة الى غلطة في حقي الله يسمح عليكم وهناك ما كنتشوفوا اختي واخوتاتي كان وريكم الزاج اللي تهرست الفترينا كل شي مشا ولكن ربي الحبيب كاي يعوض ما ننساوش ان الله سبحانه وتعالى كاي يعوض وهنا اختي واخوتاتي كم بغي نقول لكم تهى الله وفرسكم وشكرا جزيلا لكم بالنسبة للناس اللي كيسولوا على حميد حميد الحالة دياله ومستقرة والحمد لله راف تحسون والحمد لله والشكر لله على كل حال وشكرا جزيلا لقاع المتابعين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي تيقن في حسنية ومش جعين حسنية وباغين يعاونوني الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير وربي يحفظكم لي ويخلي لكم استحيحة ديالكم وكان بغين شكركم من القلب كان بغين شكركم واخنا عيما نشكركم ما غادش نوفيلكم ولو بشوية وته الله وفرصكم خوتي وخوتاتي وربي يحفظكم لي